صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ستة مراسم لسنة 2017 وجاء في المادة الأولى من المرسوم الأول رقم ستين أنه يعين في مكتب النابل الأول لرئيس مجلس الوزراء كل من حمد فيصل محمد المالكي منسقا عاما للمشاريع والتخطيط الاستراتيجي بدرجة وكيل مساعد الشيخ فهد بن عبد الرحمن آل خليفة منسقا عاما للدراسات والبحوث بدرجة وكيل مساعد يارى رضا عبدالله فرج منسقا عاما للإعلام والتواصل بدرجة وكيل مساعد ونص المرسوم الثاني رقم 61 على أنه يعين الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى سلطنة عمان بلقب سفير فوق العادة مفوضة ويعين السيد عبدالله عبداللطيف عبدالله السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية بلقب سفير فوق العادة مفوضة كما ويعين السيد عبدالله 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 السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية الهند بلقب سفير فوق العادة مفوضة ويعين السيد أحمد يوسف أحمد الرويعي السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى المملكة الأردنية الهاشمية بلقب سفير فوق العادة مفوض ويعين الدكتور محمد غسان شيخو السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى جمهورية أندونيسيا بلقب سفير فوق العادة مفوض ويعين السيد أحمد محمد الدوسري السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى اليابان بلقب سفير فوق العادة مفوضة ويعين السيد إبراهيم محمود أحمد السفير في الديوان العام لوزارة الخارجية رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى الجمهورية التونسية بلقب سفير فوق العادة مفوضة ويعين السيد فؤاد صادق البحارنا رئيسا للبعثة الدبلوماسية البحرينية لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بلقب سفير فوق العادة مفوضة ونص المرسوم الثالث رقم 62 على تعيين السيد سعيد محمد الفيحاني سفيرا في الديوان العام لوزارة الخارجية كما جاء في المرسوم الرابع رقم 63 بأنه تعين الشيخة الدكتورة رانا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وكيلا لوزارة الخارجية كما ويعين السيد توفيق أحمد خليل المنصور وكيلا مساعدا لشؤون الدول الغربية والإفرق آسيوية وسيد يوسف محمد عبدالله جميل وكيلا مساعدا لشؤون مجلس التعاون والدول العربية ونص المرسوم الخامس رقم 64 على تعيين الدكتورة الشيخة بنيرا بن خليفة بن حمد آل خليفة مديرا تنفيذيا للمعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية فيما نصت المادة الأولى من المرسوم السادس رقم 65 على أنه ينقل السيد خليل يعقوب الخياط الوكيل المساعد للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات في وزارة الخارجية ليكون وكيلا مساعدا للشؤون القنصلية والموارد والمعلومات في ذات الوزارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر